شبه الملكة رانيا ومن أصول سعودية بتتكلم لغات وبتحب الفروسية اتعرفت على ولي عهد الأردن من خلال صديقة مشتركة من هي الأميرة رجوة السيف الزوجة المنتظرة لولي عهد الأردن حالة من البهجة والفرحة بتعيشها مملكة الأردن في ظل استعدادها للزفاف الملكي لولي عهد الأردن الأمير لحسين بن عبدالله الثاني وعرسته المنتظرة الأميرة رجوة السيف واللي هيكون في أول يونيو والوطن العربي كله ما بقش لسيرة غير الأمير لحسين والأميرة الرجوة واللي دايما بتلفت النظر بسبب رئيتها وإطلالتها الأنيقة وببساطتها وتواضعها في كل حدث بتظهر فيه فيترى من هي الأميرة رجوة السيف العروسة المنتظرة لولي عهد الأردن الملك لحسين الأميرة رجوة السيف من أصول سعودية اتولدت في الرياض في 28 إبريل سنة 1994 وولدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف أما والدتها هي السيدة عزة بن تنايف عبدالعزيز أحمد سديري وبترجع أصول عائلة آل سيف لقبيلة السبيع وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية وده من بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود يعني عيلة سعودية ليها تاريخ عريق رجوة بدأت دراستها في السعودية أما تعليمها العالي فكان في كلية الهندسة المعمرية في الولايات المتحدة الأمريكية ومعها درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ده غير أنها بتتقن اللهجة الفرنسية مع اللهجتين الإنجليزية والعربية أما هوايتها فالأميرة رجوة هوايتها ركوب الخيل فهي فرسة شطرة جدا وبتعتبر من هوايتها المفضلة رجوة كمان عندها مويبة الرسم وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية وفي أغسطس 2022 أعلن ديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين من عبدالله الثاني من الأميرة رجوة بالعاصمة السعودية رياض وقال ولي عهد الأردن أن تعرفه على رجوة كان تقليدي وأنه عرفه عن طريق صديقة مشتركة بينهم وقال نصا اتعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق واحدة من زميلاتي من المدرسة وما تكلمناش ولا شفنا بعض لحد ما تعرفنا وأنا بعتبر نفسي محظوظ أني كل يوم بتعرف على واحدة زي رجوة وتصدرت الأميرة رجوة تراند على سوش الميديا خلال الأيام اللي فاتت بسبب إطلالتها الجذابة والبسيطة خلال حفل الحنة بتاعتها هي ولي عهد الأردن واللي تعملت بحضور عدد كبير من الأمراء وسيدات العائلة المالكة في الأردن وأهمهم ملك الأردن المالكة عبد الله والمالكة رانيا طلت رجوة في حفلة الحنة بفستين أبيض متزيم بتطريز ذهبي وعلي طرح بيضة وخطفت الأنظار ببساطة هورئتها وتوضعها والشبه الكبير اللي بيجمعها هي والمالكة رانيا واللي أهدت رجوة كلمات مؤسرة جداً لها في حفل حنتها والد المالكة رانيا رجوة هي أحلى رجاء مني لابن الأمير الحسين هو فرحتي الأولى ابن البكر شاب هاشمي واعن عارف إنه منكم وإليكم وكأي أم أنا من زمان أحلم إني أشوفه عريس وبقى العالم العربي كله منتظر إطلالة رجوة في فرحة الملكية على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله أولينا إي رأيك في إطلالة الملكة رجوة في حفلة الحنة موسيقى شكرا